طيب هنروح للتايكوندو اللي بيلعب بطولة افريكا في السنغال او للعب بطولة افريكا في السنغال يوم ستة وسبعة اللي فاتوا منتخبنا الوطني الاول لتايكوندو حقق 14 ميداليا في بطولة افريكا للكبار واللي تلعبت في السنغال يومي ستة وسبعة يونيو اللي احنا فيه مصر حققت المركز التالي في ترتيب العام بعد ما كسبنا تلاتة دهب خمسة فضة ستة برونز بفارق مداليا واحدة عن المغرب واللي جي في الصدارة اما منتخب كود ديفوار فجي في المركز التالت وجي منتخب تونس في المركز الرابع منتخبنا كان شارك بقائمة بالضم 15 لاعب ولاعبة وكانوا سبع ولاد وتمان بنات وخدنا ادي تلاتة تمانية ستة اربعتاشر مداليا يعني اربعتاشر لاعب والخمستاشر خدوا مداليات والبطولة دي شارك فيها مئة تسعة وتمانين لاعبة لاعب ولاعبة من تلاتين دولة افريقية وكانت احتكال قوي جدا ليهم أبل الأولمبياد بإذن الله كل التوفيق لأبطالنا المشاركين في أولمبياد توكيو ان شاء الله كل الدعم